بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي وزيره الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم زيارة عمل رسمية إلى سلطنة عمانة لترأس أشغال الدورة السادسة عشرة لللجنة التونسية العمانية المشتركة بمعية وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وستكون هذه اللجنة محطة إضافية على درب توثيق روابط الأخوة وتعزيز علاقة التعاون المثمر القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة كما سيتم خلال هذه الزيارات توقيع على عدد من اتفاقية التعاون التي من شأنها مزيد إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين البلدين الشقيقين وقد تلقى السلطان هيثم بن طارق رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تسلمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال استقباله وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبي العمر وتم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وتبادل الجانبان وجهة النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر